لو بقيت العمر كله اتكلم عن صورة البقرة وفضل صورة البقرة لما انتهيت تذكر كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخذها بركة تذكر هيك وسع نطاق فكرك بكلمة بركة وسع نطاق فكرك في كلمة حصرة اذا تخذهاش فانت سوف حتما تتحصر بكل اشي بتعمله كل اشي بتعمله خاطئ مرات بتخذ تقبل على مشروع بتظن انه هذا مشروع حياتك وهذا سعادتك والله لو انك كنت تقرأ البقرة ما اقبلت عليه اذا كان فيه خراب بعد عشرين سنين فيه ناس تبني مشروع بتقوى ثلاثين سنين وهي تفكر حالها انه امال هذا المشروع هو اللي بده ينقذها ولكن سبحان الله ما بيكون منه الا كل صراب بيعته اراضي بيعته بيتي طلعته خلصت الامر كلاته مشروع فاشل لانه سبحان الله ما اركن على نفسه صورة البقرة العقلي مفكر تبعك المدبر تبعك ستأخذك الى مرضاتك ومرضات الله ولن تتخبط ولن يأتي الشيطان من بين ايديك ولا من خلفك ولا من امامك لن يأتيك الشيطان فهي محرقة للشياطين نعم وباطلة لعصحار من يعمل لك سحر ستبطله نعم ان اخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيعها البطرة اي واحد بيعمل لك سحر فلن ينفع هذا السحر لن ينفع هذا السحر ما زالت تقراها اكثر منها بدي اختمل ان بدي اصلي البقرة الاستغفار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المقايضة اعمال الخير اعمال الاحسان اكثر من كل هذه الامال تقربوا الى الله بصالح اعمالكم اسأل الله بصالح اعمالكم نعم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله خليك ذاكر لله اه بدي اشكر اخونا حفيد رسول الله محمد مجاهد على دعمه الذي طلب من اه محبيه على قناته ان يدعموا قناتي الجديدة قناتي ممكن ان كنت توجدوا قناتي على اه محمد احجازي والاستغفار سوف تظهر لكم ثم تتابعوا ما تريدون نعم فاسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان تصل الرسالة ان مع نعم كثير كثير سبحان الله من المصلين هم ليس مرآة للغير مصلين ما فيش يصلوا يعني يصلوا ويشركوا يشركوا الشركة الخفي انا وانا يصلوا عينيهم تتفلت اذناهم تتفلت الاذان تتفلت يعني يسمعوا يخوضوا بالنميمة ويخوضوا بكل صغيرة وكبيرة ويفتوا يمنة ويسرة وينسبوا الفضل كل شيء لانفسهم نعم اعطاهم الله في البداية ثم بدأوا يعني يفتوا ويتفننوا بالافتياء ويبدوا رأيهم في كل صغيرة مع انه الدين ليس بالرأي وكل كلام بلا دليل فهو مجرد كلام وبالاخص لا تقبل نعم فأنت ليس مرآة يا أخي فأنت يا أخي المصلي ليس مرآة طب إلى الله اقبل إلى الله كن مع الله اخلص العمل لله وسترى العجب العجاب عندما يعطيك الله ويختع عليك راقب الله بكل عطائه نعم راقب الله راقب هذه الصلاة التي صليتها في وقتها في خشوعها نعم عندما تقرأ القرآن في صوت مرتفع هذا القلب السينجلي نعم القلوب تعرض الفتنة على القلوب كالعود يعودا عود كالحصير يعودا عود فأي قلب بنا نقول على القلب الذي أنكرها تنكت فيه نكتة بيضاء فهو بيض كالصفة يعني لا تضره الفتن ولكن كل قلب أشربها من لعب الشدي والفطبول والسياسي والنساء والحياة والرحل والمال والحب الهوى والهاي أي قلب أشربها تنكت فيه نكتة سوداء حتى تصبح هذه القلوب كالسوداء مربادة كالكوز المجخية لا تقرر معروفا ولا تنكر منكرا بتبطل تفهم يا أخي بتبطل تعلم بتفكر حالك بتفكر حالك أنت ما تنفق أنت مش بيخدها كعبادة إنفاق نعم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات نعم قول استغفر بيقول لك باستغفر باستغفر تهالف مرات بيقول لك باستغفر أكتر واحد باستغفر أنا قبلك على الجنة في ناس تستغفر تهتين ألف مرة في ناس تستغفر ستين ألف مرة صلي على الرسول على السلام قال يا رسول الله أجعل كل صلاة لك قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك نعم اجعل صلاتك من الصباح إلى الليل وانت تقرأ طبعا عندك وردك القرآن بتخلصه لكن اجعل صلاتك مش صلاتك هي عشر مرات اجعل يعني عشر تلاف أربعة تلاف ستة تلاف صلاة على الرسول على السلام أكثر اللهم صلي وسلم الليل النهار ستقفى همك ويغفر ذنبك وستنعم بحياة طيبة كريمة وهي حسية ستشعر فيها نعم أنا بدي أنهي الفيديو إن شاء الله يمكنوا سلام من من الأخوة المتابعين وليأهل بلدي والأحباب من المسجد الأخصى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هكذا صورة طيبة أعوذ بالله بشيطان وجه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك إبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدائد دان وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لأنهم يرشدون وإذا سألك إبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدائد دان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لأنهم يرشدون صدق الله أسأل الله العظيم رب العاشر العظيم أن نرزقكم جميعا صلاة في المسجد الأقصى عاجلا غير آجل وأن يفتع عليكم أبواب الخير ويغلق عنكم أبواب الشر وأن يبطل عنكم كل الأصحار وأن يبصركم وأن يفتع عليكم بما أن تقرأوا وتأخذوا صورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيع البطلة نعم وبالختام كل شيء مش غادرة تسوي أسأل الله أسأل الله يا ربي بدي تيجي أيام طيبة علي يا ربي بدي أصلي يا ربي بدي أصوم يا ربي بدي أعمل أكثر نعم أقبل يا أخي نعم هذا هو فضل صورة البقرة أنك أنت بمأمن من كل قرارات كل قرار بدك تأخذ أنت في مأمن أنك تكون على خير كل إقبال سوف يكون أنت على خير كل مشوار كل حياة كل قرار بتأخذ كل تفكير بتفكره هاي بصوت أذان أذان الفجر من صلاة الفجر نعم ستكون بمأمن وستكون على خير عظيم إن شاء الله أسأل الله العظيم أن يكون هذا في مزان في صناتنا وأن يفيدكم إن الله استودع أسرار يعني هاي صورة البقرة هي القطار السريح إلى مرضاتك ومرضات الله والمجاة من كتل الدنيا والاستقرار هي كرضى راضي كتير شو يعني راضي راضي مش مفجوع مش عينيك فالتي بدها تنفلت توقلي الدنيا نعم الله أكبر الله أكبر أشتد أن لا إله إلا الله وإن شاء الله محمد رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك السلام محمد اللهم صلي وسلم وبارك سيدة محمد سيدة الخلق والسلام خير دعوان الحمد رب العالمين شكراً لسلام شكراً لسلام شكراً لسلام